ازايكم حبابي عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير وسحة وسعادة برج العزراء. برج العزراء النهاردة ان شاء الله معاد الاراية العاطفية بتاعتكم على الفترة اللي جاية نتشوف احوالكم ايه? واحوال الشريك عامل ازاي? ويلا بينا بسم الله نشوف ايه اه طاقتك وطاقت شريكك. بس قبل ما نبدأ حبابي ما تنسوش لو كنت حد جديد. لو سمحت اشتركوا فلكن يفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ووجي لكم اشعار باي فيديو ينزل. ولو كنتم مشتركين بالفعل ما تنسوش تضغطوا لايك. والفترة الجاية بقى ان شاء الله ازا كنت تابعوا المنتدى عشان هنزلكوا عليه موايد الفيديوهات وهنزلكوا عليه اه حاجات كتير ان شاء الله. فابوا تابعوا المنتدى على الفناه. يلا بسم الله انا اول حاجة رمية اه طاقتي او نيتي على اول كرت لموليد برج اه العزراء. بسم الله. هكده نسحب اول كرت لطاقتك انت وانت في اول كرت هيقول لنا ايه? زاتين بالبات. اول كرت هنا اه ظهر لموليد برج العزراء وهو كرت المعبد. شايفين الكرت بتاع المعبد? طيب الكرت ده بيديني رسالة او بيقول لي ايه? اه الكرت ده اه شايفين في معبد وشايفين اه حوالين البعبد في اه شجر وخضرة كتير. والكرت ده اه المعنى بتاعه او او مصاري الهيكل ده الغرض بتاعه روحي قوي. الدعم الروحي او التطور الروحي ان انا شايفة برج العزراء الفترة الجاية دي هيكون عندك تطور روحي او صحوة روحية اه رغم انه الطريق اللي انت بتسلكه اهو على لشان تروح للمعبد طريق متعرج مش طريق متساوي. يعني على الرغم من المشاكل او الضغوطات او اه الحاجة اللي مش عارف توصل لها بسهولة الا انه في النهاية بتوصل للحديقة الجميلة دي او بتوصل للحاجة اللي انت عايزها. فالبطاقة دي بتجسد الحاجة او الحالة اللي برج العزراء بيمر بها دلوقتي. لانها جزء من العملية الروحية ليك او الكرمية الخاصة بيك. انت في الاتجاه او في المسار الصحيح. خليك زي ما انت ماشي على الطريق اللي انت ماشي فيه سواء بقى في العلاقة العاطفية او في حاجة تانية. عندك نمو شخصي اه وعندك دروس في الحياة بتستفدها من العلاقة العاطفية سواء اللي انت فيها او اللي انت انفصلت عنها. كمان الاضواء اللي حواليني المعبد دي بتوضحني عالم الروح او افراد العيلة والاصدقاء والملائكة المرشدين ليك. او كل الناس اللي بتحبك وعايزة تساعدك. اه في ناس هتساعدك. وبتنفتح على اه انه بيبقى عندك حكمة وربنا بينزل عليك الالهام اللي تعرف تتصرف به. ده وقت رائع ووقت حلو لبرج العزراء. انه يحط نفسه وحياته الشخصية في الاولويات. وتحقق الحاجات اللي في النواية بتاعتك. وكمان اه شايفاك بتتواصل مع زيتك العليا لفترة الجاية. اه وفي علاقات اعمق من ان هي تمر كده مرور الكرام. في علاقات اعمق هتدخل حياتك. في ناس هتدخل حياة برج اه العزراء. اه انت هتحسهم وهتحس ان فيه تواصل روحي بينك وبنهم. يعني رغم ان ممكن الطريق يكون صعب شوية. لكن انا شايفة في النهاية فيه وصول وفيه انوار وفيه طريق منور لبرج اه العزراء وفيه امور اه بتتحسن وبتكون اه لصالحة. طيب خليني اخد اه كارت لشريك برج العزراء. بنشوف كده. بسم الله. لشريك برج العزراء. هيقول لنا ايه? طيب. الكارت التاني لشريك برج العزراء بيمثل ايه? الكارت ده بيمثل الساحر والمراية. يعني ايه? يعني اه بيمثل قوة شخصية الشخص ده الروحية برضو في التوقيت ده. واشايفين كده في ايدي الشمال اه مراية. والامور عنده كأنها بتوضحوا كأنه بيوصل برضو لحالة روحية اعلى الفترة دي. اه كمان اه كأن الشخص ده في ايديه كل حاجة دلوقتي عنده اه طاقة الين واليان اللي هي اه طاقة الماء و اه كوة الروح والصفاء اللي في التفكير بتاعه بيفكر بصفاء وبيفكر بنقاء الفترة دي. يعني تفكيره الفترة الجاية هيفكر فيك بكوة صفاء الروح. يعني فيه تواصل روحي هيكون بينك وبينه. اه وكمان معاة طاقة اليانغ اللي هي الشعلة وهي اللي بتجلب التوجيه وبتجلب الابداع لاي علاقة الشخص ده هيكون فيها. كمان اه المراية اللي جنبه دي بتدل على يعني انعكاس استجابة العالم الخارجي للحاجة اللي هو بيختارها او الكوة الحقيقية اللي جواه. اه وكمان الانعكاس الفترة اللي احنا شايفينه في الكارت ده. كنا بحل لكم الكارت. بيوضح او بيكشف المستقبل اه اللي هو فيه دباب قدامه فده بيكشفه له. واجهز انه يتشكل بطريقة سحرية كده زي ما هو عايز. كمان الكارت ده بيخترك وبيقولك ان فيه وقت مهم للشخص ده. والوقت ده اه المصاعب اللي بيمر بيها هتتحول لبركات وهتتحول لوقت مبارك وهتتحول لانجاز اه في صالح الشخص ده. اه كمان اه الشخص ده الفترة الجاية هيبقى في موقع او في موقع او في قوة وهيكون اه نوايا اه هتحدد مصير العلاقة ايه. والضباب اللي هو شايفه في مستقبله ده ومش واضح. هيتحول لحقيقة حلوة والامور هتوضح. يعني الشخص ده هيوضح ليك امور. وهيوضح لك الدنيا ماشية ازاي. وهيعترف لك بالجواه. وانا شايفة بما ان انت عندك نموة روحي وهو عنده نموة روحي. واحنا في ايام مباركة. فانا شايفة انه انتو اللي اتنين هتمروا بسحوة روحية. وانتو اللي اتنين هيكون في بينكم تواصل روحي. وهيكون في اه كلام واخدوا عطا بينكم انتو اللي اتنين. وشايفة انه حتى لو انتو اه يعني هنا من الواضح انه في مجموعة كبيرة من برج العزراء ما بيتواصلوش اه في الحقيقة مع بعض. ولكن انا شايفة انه في تواصل روحي بينكنتو اللي اتنين. في تخاطر. يعني انت مثلا بتحس بحاجة معينة فهو كمان بيحس بها في نفس الوقت. انت بتفكر فيه هو بيفكر فيك في نفس الوقت. لو حد فيكو تعب في التاني بيحس بيه. آآ يبدو كده انه في يعني من برج العزراء شعلات كتير. توائم شعلة. في توائم كتير. وآآ في تواصل روحي عالي بينكنتو اللي اتنين. وانا ما يبدو انتو اشتغلتوا على الحتة الروحية او الجزء الروحاني ده اللي فيكو. فكل واحد حس آآ بالتاني. طب يا رب نشوف بقى بقية الكروت تكون حلوة كده وتوضح لنا الامور دي. بسم الله. نشوف التواصل اللي حصل مفاجئ بينكنتو اللي اتنين. آآ يمكن انتو اللي اتنين في فترة من الدعوات وكل واحد بيدعي آآ انه آآ يعني ربنا يكتب له نصيب من التاني. فان شاء الله يكون خير بسم الله. برج العزرق. هل نشوف كده. برج العزرق. شكرا شوف في اسفر الدكة ايه زالوفر زالوفر يعني زي ما قلت فيه هنا توائم وفيه ناس بتحب بعض فيه طاقة رهيبة او فيه حب متبادل بينك وبين الشخص اللي احنا بنتكلم عليه او الشخص اللي انت حطته في دماغك. الشخص ده اللي انت حطته في دماغك ممكن يكون ممكن يكون حد انت تعرفه او حد انت بتفكر فيه فيه طاقة حب عالية كارت العشاء ده كارت الزالوفر طاقة حب عالية بينك وبين الشخص ده. الشخص ده شايف برج العزراء حد جميل قوي وحد رومانسي قوي وشايفك كمان حد مهتم بنفسه قوي و بيتمنى ان هو يكون معاك كمان انت شكلك اهو منصور يا برج آآ آآ العزراء ان شاء الله وآآ في بدايات وفي بدايات كمان فيها سلام وفيها محبة. طيب آآ تعالوا كده نشوف بقية الكروت هنا انا خدتلك اسفل الدك لانه لقيت الكارتة حلو جدا. آآ برج العزراء خليني آآ اقول لكم انه الفترة الجاية آآ آآ عجلة الحظ هتلعب معاكم. آآ يعني هتتحرك. الامور هتمشي في اتجاه آآ احسن آآ من آآ الماضي او من السابق. آآ في شخص ندمين على برج العزراء. آآ آآ في شخص ما بينامش من كتر القلق والتفكير. وحاسس انه في حد وقع بينك وبينه. آآ والحد ده طرف تالت. في طرف تالت كان بينك وبين الشخص ده. آآ آآ الحد ده آآ ممكن يكون حبيب او حبيبة او زوج او زوجة. او اخت او اخ يعني مش شرط يكون حبيب خالص. آآ آآ وعلى ما يبدو انه آآ برج العزراء. آآ اكتشف الحقيقة دي. انت عرفت الحقيقة دي. آآ والعلاقة دي وجهت تحديات كتير. آآ في تحديات في العلاقة وفي آآ امور ما كانتش على ما يرام. ومعجبتش برج العزراء. وبرج العزراء قلب الترابيزة واخد بعض وميشي. وده حقك طبعا. ولكن شايفة في آآ بالنسبة للمفاصلين في رجوع من الشخص ده. والشخص ده هيحاول انه آآ يعني ايه? يدفع عن نفسه. انت معاك حق ان انت ما تبقاش عايز ترجع. وآآ لانه انا شايفة انه آآ انت استحملت كتير في العلاقة دي وضحيت كتير. وحاولت ان انت تتعدل من الشخص ده آآ او تغير منه من طريق التفكير ولكن الشخص ده كان سلبي. سلبي جدا. وآآ كان سايب كده الامور يعني تمشي زي ما تمشي. مفيش حاجة معينة آآ حاطتها في دماغه او خطة معينة عايز يمشي عليها. وآآ الامور ما كانتش على ما يرام. ولكن آآ حصل نهايات. وآآ برج العزراء اخد بعض ومشي. او الشخص اللي انت آآ يعني حاطت نتاك عليه هو اللي مشي. ناكس التاكة لو آآ يعني آآ لانو نعيز يقول لكم ان التاكة دي عامة. وآآ مش هتنطبك على الجميع. فكل واحد ياخد التاكة بتاعته. انا هقول لكم السيناريوهات اللي قدامي. وكل واحد ياخد التاكة بتاعته يا برج العزراء. خلينا اقول لكم طيب الابراج قبل ما ما ننسى ونكمل قرية. شايفة عندك آآ الابراج الطور الجدي العزراء الحمل السرطان الجوزاء. آآ الحمل تاني الجدي. الاسد الطور. الحوت. العقرب. القوس. آآ اي تاني. الحمل تاني. دي الابراج اللي ظهر عندي آآ يا برج العزراء. طيب. شايفة ايه تاني. شايفة ان الشخص ده. انا شايفة ان فيه حد. بس فيه حد برضو وقع بينكم. يعني كارتين بيأكدولي انه فيه حد وقع بين موليد برج العزراء وبين شريكه. والشخص ده. آآ يعني حد انتو عارفينه. مش حد يعني آآ بعيد. وانا شايفة هنا في انه آآ بعد العلاقة دي اللي انتهت آآ انا شايفة برج العزراء البعض منكو آآ حس براحة نفسية وراحة جسدية بعد الانفصال. وآآ كأنك بعدت عن التعقيدات اللي كانت في العلاقة دي وبتاخد فرصة للراحة ان انت تشحن بقى آآ قوتك وبتشحن حياتك ونفسك من اول وجديد عشان تدخل بيئة جديدة او تكتشف نفسك وتكتشف روحك. عشان كده انا هنا شفت آآ طريق معرج وطريق صعب ولكن انت بتصل في الاخر وشايفة ان روحانياتك بتعلم. وممكن يكون الشخص ده بينك وبينه مسافة بينك وبينه آآ يعني انت في مكان وهو في مكان او انت في بلد وهو في بلد تانية. كمان آآ شايفة برج العزراء آآ بتركز على نفسك وبتركز على حياتك وآآ بتحاول آآ تبدع عن الافكار السلبية. بس انا شايفة فيه علاقات انتهت. انتهت. آآ عشان عنديني هنا. ولكن. آآ واللوفر اللي انا شوفتولكو هنا في اسفل الدك. علشان برضو بصوا كده. اللوفر اللي انا شوفتولكو هنا اهو ده في اسفل الدك. بيقول انه في بعض العلاقات آآ نهايتها آآ كانت آآ ايجابية لصالح برج العزراء. يعني النهاية كانت لصالحك انت يا برج العزراء. النهاية كانت لصالحك انت. يعني اللي هو ايه? الكروت عايزة تقولك ما تزعلش. اذا كنت انت نهيت وسبت الشخص ده فما تزعلش. فانت سبته انت الكسبين. انت انتهت. فيه علاقات انتهت علشان آآ الشخص ده ما كانش عارف امتك. ما كانش عارف امتك. لذلك آآ بيقوم بالليل شايفيني ناين اف سورتز. الشخص ده في الفترة اللي احنا فيها دي. بيجي له طوكة قلق بيقوم بالليل. وهو عنده قلق. وفي اعلى مراحل القلق. وكمان آآ كأنه مضغوط بعد آآ ما تركك. وكأن آآ الامور معاه مش حلوة. يعني شدة القلق اللي هو فيه وآآ وعدم التركيز حتى في العلاقات اللي حواليه آآ مأثر عليه وبينة قوي في الكروت. كمان آآ الشخص ده من شدة التفكير آآ بيبقى حاسس بارهاك بدني كمان. لانه عقله شغال. وعلى ما يبدو انه داخل في نوبة من القلق والاكتئاب. وده اللي عمله آآ ارق وعمل له كوابيس. طبعا كل ده علشان آآ النهاية اللي حصلت مع برج العزراء. كمان برج العزراء كارتا كوطوة آآ النهايات. العلاقة خربت وتدمرت فجأة. الطرف التالت ده دخل خراب الدنيا. في حد موقع بينكم على فكرة. والحد ده يعني هو السبب انه خلى العلاقة تتوتر كده. وخلى الامور بدل ما تتقدم تتأخر. وآآ كمان آآ خيم الحزن على العلاقة. يعني وثري اوف سوردز وثري اوف سوردز. في علاقات قريدي انتهت. وانتو زعلانين بعد ما هي انتهت. والعلاقة فشلت. كمان آآ الكارتين دول بيدوني آآ امل انه بعد الانتهاء اللي حصل ده حصل علشان تنتهي السلبيات كلها وترجع تاني او والفتن والاضطرابات اللي كانت حصلة. وآآ والطاقة اللي منخفضت. ولكن اللي على كتبه انتهت عشان هتبدأ ترجع تاني تاخد مستوى جديد وتاخد منحضر احسن آآ يعني تخرج من الحضر اللي كانت فيه وتاخد مجرة تاني احسن من اللي كانت فيه. ليه? عندك هنا عندك حد رجع من الماضي. نركز انه فيه حد راجع من الماضي. الحد ده راجع من الماضي عايز يعمليه. الحد ده راجع من الماضي عايز يصلح الامور مع برج العزراء وعايز يقدم عرض. وعلى ما يفضل هنا انه فيه عرض زواج بيتقدم لبرج العزراء. ليه? لانه انا شايفة ازا صن. الشمس بترجع تسرب تاني على حياة موليد برج العزراء. الشمس بتسرب والامور آآ هتبقى احسن من اللي فات. كمان آآ التيمبرانس بيقول لي فيه مصلحة. فيه شفاء. فيه حد ممكن يدخل في النص يصلح بينكو. ازا كان ده مناسب. فيه اعتدال في العلاقة بعد كده. الامور هتبدأ تتعدل. كمان آآ العلاقة هتاخد يعني مستوى جديد من السكة. يعني الرجوع فيه سكة بينك وبين الشخص ده. وآآ لو كنت اعزب فيه حد جديد هيدخل حياتكو للعزراء. الناس اللي مع بعض قرزي في علاقة فمع ده يعني ما يمنعش ان فيه شوية مشاكل بتمر بيها العلاقة وده وقت صعب شوية. الا انها يعني سرعان ما هتعدي والامور هتمشي. ولكن برج العزراء محتاج انه يقعد في هدوء ومحتاج انه آآ يركز آآ شوية مع نفسه ويحاول انه هو آآ يخرج من الطاقة السلبية. آآ وفعلا ده هيحصل عشان كده شايفة روحانياتك بتعلى الفترة اللي جاية والامور عندك بتتحسن. الشخص ده آآ شايفك ازاي? شايفك آآ الامبراطورة. الامبراطورة بقى الوفرة والراحة والحياة المادية والامان والدام العطفي والجمال. الجمال كمان. يعني شايف حد جميل قوي. وآآ وده كمان الكارت الامبرس ده. الامبراطورة بيقول لي انه ده وقت مناسب عشان تبدأ فيه علاقات جديدة. وهتكون فيه علاقات حلوة. يعني الشخص اللي انت هتدخل معاه في علاقة ده هتكون العلاقة اللي بينك وبينه آآ حلوة وفيها سلام وفيها نجاح وفيها نصر. فيها نصر ليك يا برج العزراء. آآ كمان آآ لو انتو متزوجين قريدي فان شاء الله في حمل حقيقة آآ قريب يا برج العزراء للمتزوجين. كمان آآ الشخص ده شايف ان انت حد ناضج قوي وحد قوي وحد عنده طموح وحد جميل جدا. شايف فيك الحب. شايف فيك الحاجات الكاملة. شايف ان انت حد كامل. كمان آآ آآ عايز اقول للآآ للعزراء او المنفصلين برضو انه فيه حد جديد بيدخل حياتكم. يعني القديم فيه حاجات في الماضي بتصحى تاني والشخص راجع عايز يصلح العلاقة. طب ايه الجديد? الجديد ده في طاقة الامبرور. شخص ده في طاقة الامبرور. ايه هي طاقة الامبرور? الامبرور آآ او الامبراتور اللي هو برج الحمل. والكوكب ده ناري على فكرة. والآآ الكارت ده بيقول لي انه آآ فيه حد من صفاته هيكون حد قوي هيكون حد آآ حكيم وطموح. وآآ لما يكون عندي كارت الامبرور وكارت الامبرور اللي اتنين مع بعض ده بيقول لي انه فيه زواج. فيه زواج ثابت وهيكون فيه استقابينك وبين الشخص ده يعني فيه زواج ان شاء الله عند موليد برج العزرق. وهيكون الشخص ده انت هتكون متوافق معاه. ولكن الشخص ده عنده حتة انه العادات والتقاليد مهمين قوي قوي عنده. بيحب قوي يهتم بالعادات والتقاليد. والشخص ده دخوله حياتك هيخلي حياتك فيها توازن وفيها امان. الشخص ده بيحب يهتم بالكيم وبالعادات وهو مسيطر شوية. بيحب يدقق على على الافكار وال يعني ان الشخص القدامه يكون بيعرف يفكر ويكون رزين ويكون حكيم. فانت اخد بالك تتكلم بحكمة مع الشخص ده. يعني تبين احلى ما عندك في الافكار. كمان ظروفك انت كبرج العزرق هتتحسن. والشخص ده هيكون لك مصدر حماية. وهتسك فيه جدا. وكمان هيعلي عندك ثقتك بنفسك ان انت تاخد كارات صحيحة. وقت حلو ان انت تدخل فيه علاقة مع حد جديد حبك وعايزك تكون معاه. لان الكارت بتاع الامبرور ده بيقولي انه فيه شريك جديد. وان انت هتركز على الامور اللي فيها الثقة بينك وبينه. كمان الشخص ده هيكون عنده ولاق في الحب. وهتلاقيه بيركز على انه يخطط لمستقبلكم وخطط للشراكة اللي هي الزواج اللي هيكون بينك وبينه. وهتلاقيه كده بيحسب حساب كل حاجة لصالح العلاقة بتاعتك. العلاقة دي هتكون في النور. ازا صد. اهي. الشمس بتسرك على حياة برج العزرق. بعد فترة بقى من الجو المخيم على العلاقة والامور مش تابتة والدنيا مش حلوة. لكن انا شايفة انه خلاص الشمس بتسرك على حياتك تاني. والامور هتبقى اه اه لصالح برج اه العزرق. كمان اه برج العزرق. اه الامور عندك هتبدأ تتيسر. هتبدأ تتيسر. لانه انتو شايف هنا كارت الزا لوفر. بص كده الزا لوفر وال وال والزا صن. التلات كروت ايجابيين جدا جدا. والتلات كروت بيقولوا انه ان شاء الله يعني هيحصل عند برج العزرق انفراجة كبيرة بعد فترة من قطع الامل في انه يعني الحياة تتعدل وتتحسن وطبعا الامل في ربنا كبير. اه كمان اه التلات بطايق دول بيقولولي انه في نجاح وفي انجاز هيدخل للعلاقة دي. والعلاقة صحيح لو حد من الماضي فهي مرت بتحدياتي كمان عندك سيفن فونس. ده بيأكد لي. وفي نفس الوقت بيأكد لي ان الامور هتتحسن. والطاقة بتاعتك هتبقى احسن. وآآ حتى لو كنت انت برج العزرق انت او حد قريب منك بيعاني من مشكلة صحية فهي ان شاء الله تختفي. ترجع لصحتك انت او الشخص اللي بتفكر فيه ده. كمان آآ لو كنتم متزوجين ففي اخبار حلوة عن الاولاد. وآآ العلاقات بقى هتبن وهتبقى في النور. وهتستمتع بكل لحظة آآ انتو فيها مع بعض. بعد رجوع الشخص ده. لانو الكارت العشاء. اخدوا باركو ان ما تتحت القرية اخدتلكوا آآ اسفل ديك كارت العشاء. زالافر. انو في حب متبادل وحب كبير بينك وبين الشخص ده. عشان كده انا في الاول شفت الكارتين دول. فيه تواصل. انت برضو لسه يعني البعد بارتح من العلاقة وقال خلاص ومش راجع ومش عايز. والبعد منكو لسه بيفكر. ولسه الشخص ده في دماغك. ليه? لان الكارت ده بيقول ان في حب وفي كارات هتتاخد آآ بخصوص العلاقة العاطفية دي. اللي بينك وبين الشخص ده. كمان آآ الكارت ده برضو بيقولي انه في حد جديد هيدخل حياتك. تقابله بقى في الشغل تقابله في الدراسة ولكن في حد جديد هيدخل حياة آآ برج آآ آآ العزراء. ده غير الحد القديم. آآ فيه كرار هتاخده بخصوص الحب. آآ في آآ حاجة انت بتبص لها في الماضي او بتاخد كرار في علاقة سابقة كمان. فيه شخص جديد. فيه نهايات مرضية لبرج العزراء. في آآ علاقات صحيحة. هتزهر في الوقت المناسب وفيه ارتباطات مع اشخاص. لما ييجي الوقت المناسب هتلاقي الاشخاص دي دخلت حياتك دائرة. طيب. اخد لكم كروت الرومانس ونشوف كروت الرومانس هتخابينا ايه? نسحب كده ثلاث كروت. ثميت. ترسط. برج العزراء. الكارت ده بيقول لك آآ خليك منفتح وخلي عينيك مفتحين عشان هتقابل توقم روحك. والملائكة بترسل لك رسالة وبتقول لك ان الشخص اللي انت بتفكر فيه او توقم روحك اللي انت هتقابله. واللي الملايكة بعتته لك. هتقابله آآ بس بشكل مختلف عن اللي انت متوقع في دماغك. يعني او انت محدد مثلا حاجة معينة انا عايزه طويل انا عايزه عريض انا عايزه مش عارفة ايه. ممكن ما يكونش فيه كل الصفات. يكون فيه صفات معينة مش كل الصفات اللي انت بتفكر فيها برج العزراء. وانت قربت فعلا من الشخص اللي هو آآ هيدخل حياتك. فيه شخص جديد فعلا هيدخل حياتك. ولكن آآ الكارت ده بيقولك خليك واسق في ربنا وفي ايمانك. وآآ وان انت لما تطلب حاجة من ربنا هيحقق هالك. وخليك واسق انه آآ آآ ما تخليش آآ قلبك يخاف. وخلي كل حاجة زي ما انت بتفكر فيها بالثقة نبع من جواك ان ربنا هيحقق هالك. عشان اتقل ايجابية تدخل حياتك. وعشان آآ العلاقة تكون ايجابية وفعلا ربنا يستجيب لدعائك ان شاء الله وتدخل حياتك اشخاص جديدة. افكارت التالت اللي هو المفاجأة بقى لانا قلت اناهلكم به. بيقولي يزيس يورسول ميت. انت بتسأل على حد معين في دماغك. انتو دلوقتي ما كنت تكونوا فكرتوا في حد معين ورامين اتقع عليه. هل هو الشخص ده رفيق روحي او توقم روحي? الاجابة هي نعم. وانه هو ده الشخص اللي انت قابلته او اللي انت لسه هتقابله ازا كان لسه مدخلش حياتك. هيكون فيه بينكو علاقة روحية وفيه مصار حياة وهو قرزي فيه انا شايف البعض فعلا ان الشخص داخل حياتهم لانه هنا فيه تواصل روحي عالي جدا جدا وانا قلت من البداية انا شايف فيه توائم. فالشخص ده هو اللي انت بتسأل عنه. وآآ ان شاء الله مقدر يعني ان انتو هتكونوا مع بعض وتكمله مع بعض. وفيه حب متبادل بينك وبين الشخص ده. والشخص اللي انت بتسأل عنه آآ هو فعلا التوقم بتاعك وهو اللي بتحس من ناحيته بالروحة وبالمحبة. كمان آآ فيه ربطة روحية بينك وبينه. الكارت ده دايما نفلع للي بيكونوا توائم آآ توقم روح. كمان آآ فيه فرصة آآ ليكم ان انتو تكتشفوا بعض اكتر وانه الشغف اللي في العلاقة دي هيزيد والامور هتبقى زي ما انت عايز واحسن يا برج العزراء الفترة الجاية ان شاء الله. خليني اخد لكم آآ آآ شوف كده بسئلة الملايكة باسم الله. حبدأ بكارت النو. لو انت بتسأل على حد معين هيجي دلوقتي او بكرة او كده. فبيقولك نو مش دلوقتي بس هو هيجي هيحصل. بس هيحصل. هيحصل بسيناريو تاني مختلف. زي ما قلت لكم اينا هيحصل بسيناريو مختلف. سبحان الله تلع نفس الكارت. لأ مش اللي في دماغك بس هيحصل بطريقة تانية بطريقة مختلفة بطريقة احسن من اللي في دماغك يا برج العزراء. هيحصل بطريقة احسن من اللي في دماغك. يعني الكارت بتاع نوه هنا مش معناه لأ او مش معناه نو. لا. مش معناه نو خالص. معناه انو فيه حاجة حلوة هتحصل بس مش اللي في دماغك هتحصل بطريقة مختلفة شوية فما فيش داعي ان انت تفضل قلقان او آآ تفكر كتير ولكن آآ الامور آآ عندك هتتحسن وحتبقى آآ على ما يرام ان شاء الله طيب آآ كارت التاني بقولك ان في فرصة في فرصة ان العلاقة دي تبقى ايجابية اكتر وتتوسع اكتر وآآ في اجراءات وفي حاجات هتخدوها بشأن العلاقة دي وهيحصل تغيرات مهمة في حياتك العاطفية وآآ كمان آآ آآ الامور عندك في العاطفة تستكر وهتبقى احسن هيتفتح لك الابواب والامور هتبقى لصالحك وهتبقى على ما يرام يا برج العزراء طيب آآ انت جاهز كل التجارب اللي فاتت دي آآ انت درست منها خدت منها دروس مستفيدة زي ما قلتلك في اول كانت طلع للطاقة بتاعتك وحياتك نمت روحيا وما فيش حاجة تانية تعملها فانت مستعد بقى تمشي لقدام خد الشخص الجديد ده وآآ اطلع به لقدام والشخص اللي في قلبك واللي انت بتفكر فيه العلاقة هتطلع لمرحلة احسن وهتطلع من القلق والاضطراب اللي انت فيه وده وقت حلو ان انت تعمل فيه حاجة مناسبة علشان آآ تكون فيها مع الشخص ده ولو انت بنت اللي بتسمعيني فالوقت الده حلو الشخص ده هو اللي هيبدأ ييجي ويتكلم وهيعمل الخطوة المناسبة لانتوا ترتبطوا او تكونوا مع بعض والله قراءتكم حلوة ما شاء الله يا برج العزراء آآ دي كانت القراءة بتاعتكم عن الفترة دي سمان يا رب تكون القراءة عجبتكم وآآ حبابي لو سمحتوا بتنسوش تشتركوا في الكنواتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل في فيديو جديد وآآ اشوفكم في فيديو جديد يا برج العزراء